بكمية انتاج تجاوزت المليون طن من التمور احتل العراق المركز الرابع عالميا وزارة الزراع رجحت تصدير اكثر من 700 الف طن الى 12 دولة مع نهاية العام الحالي زيادة الانتاج والتصدير جاءت بعد اجراءات منها نجاح الاستثمار في هذا القطاع وسماح بزراعة النخيل في العقود الزراعية واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة الافات قطاع النخيل والتمور من القطاعات الحيوية المهمة والقادرة على اولا امتصاص البطالة ثانيا رفض الاقتصاد البلد ارقى اصناف التمور الموجودة هي التمور العراقية ارقى يعني من تجي على اصنافنا اللي هي تجارية وكذلك اصناف نادرة تجدها في السوق العراقية وتجدها انه يعني عندنا حدوى 625 صنف منع استيراد التمور لحماية المنتج واذامة زخم مكافحة حشرة الدوباس وتوفير كميات مياه كافية لارواء البساتين اجراءات اتخذت لدعم زراعة النخيل وانتاج التمور السنوات الاخيرة شهدت اهتماما بتجارة وصناعة التمر خاصة ان العراق يمتلك مئات الاصناف العشرات منها نادرة وذات قيمة عالية في الاسواق المحلية والدولية نتسم هذا الموسم بالفرة الزايدة حوالي تقريبا نسبة 25% عن الموسم الماضي اكثر الاصناف نصدرها طبعا هو الصنف الزهدي تروح لكافة الدول الشرق اسيا والمغرب العربي والصين والليمن والدول الافريقية عدنا حركة صناعية وتحويل وتطوير في صناعة تمورنا احنا العراقية لا من احسن انواع التمور لجودة الارض والمواسم والمناخ بس الفلاح شنون ايداري هذه الثمرة المبارك وشهدت السنوات الاخيرة زيادة في الطلب على الفسائل النسيجية للنخيل التي صرح باستيرادها وفق ضوابط بين دائرتين وقاية المزروعات والبستنة لتشجيع نشر الفسائل للاصناف ذات الانتاجيات العالية والاصناف النادرة ميثم الجناحي العراقية الاخبارية بغداد